لكن الفريق كبيرة جدا 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 بالنازي الاهلي واي فريق تاني وراء الحمد لله بالارقام مفيش منافسة وقيس على كده بقى كل البدوء طبعا معنا كواليس اللعيبة في الفندق قبل المباراة معنا رقفة خليل معنا بعض اللعيبة الناشئين اللي حيشاركوا النهاردة بإذن الله رب العالمين يمكن فيه ناس كانت بتقول ان معنا مصطفى شبير وطهر محمد طهر طبعا حتى المباراة اللي هي أصلا ورمي ربيعة اللي هي أصلا زي ما بنقول احنا ايه تحصيل حاصل انما بالنسبة لللعيبة مش تحصيل حاصل بالنسبة للجهاز الفني مش تحصيل حاصل لان النادي الاهلي بيلعب كل مباراة عشان يفوز ولكن اللي عايزة اقوله ان انت او احنا واخدين البطولة النادي الاهلي واخد البطولة من خمس مباريات او من خمس جولات حسم خلاص الدور النادي الاهلي فكل المباراة اللي بتلاعب بعد كده ليها رؤية مختلفة شوية الميستر كولر ليه اهداف تاني احنا ما نعرفهاش في البعض قال ايه البعض قال بعد ماتش الزمالك كان لازم يرايح للعيب طب ماشي حيرايح جزء وبعدين حيلعب جزء وبعدين الرابطة واتحاد الكرة مصممين اتحاد الكرة مصمم ان فيه كاس مصر يوم تلاتين فهو مش هيقدر يدي اللعيبة راحة سلبية تامة حيلعب كاس مصر تلاتين لا ده فيه حاجة كمان ان انت بعد ان شاء الله باذن الله بعد يوم تلاتين لما نعدي ماتش الداخلية لا عندك ماتش كمان يوم تلاتة اغسطس كل ده ورا بعض انا لو مدرب هاعد افكر مئة مرة هعمل ايه ادي اللعيبة فترات راحة وبعدين اجيبهم بعد اسبوع عشر تيام تاني وابتدي معهم من اول العملية كلها بتغضع لرؤية وحسابات الجهاز الفني بأمور فرقته قدرى واحد بأمور لعبته وحالتهم سواء فنية بدنية نفسية هو قدرى واحد هو حتى الراجل تلعف اكتر من مؤتمر قال فيه اجهاد ذهني انا كنت تتمنى ان البطولة تنتي مباشرة ولكن فيه كاس ربنا يكون فعونه وربنا يكون فعون لعبة النادي الاهلي سنة كاملة سنة كاملة احنا لسه مكملين لحد يوم تلاتة اغسطس احنا النهاردة بنقول علامتين واحد وتمانين يوم لسه لحد تلاتة اغسطس كمان ان شاء الله عندنا متشاد كاس ايس على كده بقى كل البطولات اللي تلعبت السنة انت خلي بالك ما بتلعبش بطولة محلية واحدة او بطولتين محليتين او بطولة فيها كمان كاس سوبر لا انت بتلعب كاس علامة الاندية وبتلعب دوري ابطال افريقيا وعندك مسافات كتير جدا بتسافرها وعندك عدد دراحات او ليلة جدنا بتعودها ومع ذلك انت حققت العلامة الكاملة السنة دوري ابطال افريقيا حققته الاهلي حقق 11 لقب في دوري ابطال افريقيا اللي بعده مين بقى اللي بعده نادي الزمالك ومازينبي لكونوا قولي خمس القاب خمس القاب تخيلوا حضراتكم الفوارق لو جينا بس انا بكلم بقول كده ليه عشان هروح لموضوع مرتبط بالارقام دي ايوه الموضوع طالما مرتبط بارقام مش هتعرف تنفسني مش هتعرف تنفسني جوه المستطيل لا اقدر جوه الملعب ليه لانك خسران بالسلس انا بكسب بالتلاتة وبكسب بالاربعة وارقامي كلها قياسية ارقامي كلها قياسية بالنسبة لمن اللي جميع الاندية وبالنسبة لما بنتكلم بقى بنتكلم على اللي بيالينا اللي في المركز التاني فبالتالي مفيش منافسة بالارقام مفيش منافسة احنا كنادي اهلي بنحترم بقول لحضراتكم كل الاندية لكن لما يبقى فيه نادي يقولك انا منافس نادي الاهلي يبقى الوضع الطبيعي ايه انت تاخد مثلا 43 بطولة دوري يبقى اللي بعدك مثلا لو هو بنفسك هنقول مثلا 30 مش 14 مش 14 طيب لما نكلم على دوري أبطال إفريقيا أنا منافس للنادي الأهلي النادي الأهلي يواخده 11 مرة يبقى أنت اللي بعده يبقى واخده 10 9 8 7 إنما 5 يعني أنت مش منافس الفارق كبيرة جدا 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 بين النادي الأهلي واللي بعده النادي الأهلي بينفس مين تعال أقول لي النادي الأهلي بينفس مين بينفس نفسه النادي الأهلي بينفس نفسه ده إحنا زعلانين الماتش اللي فات عشان بنقول إحنا عايزين نحقق أرقام خياسية بعد ما كسبنا البطولات عايزين نحقق أرقام خياسية النادي الأهلي بيحاول يكسر أرقامه الخياسية يعني أنا بعمل الرقم وتاني عايز أكسر الرقم دو تكلم على بطل ياخد بطولة وعايز يحقق رقم خاص في البطولة دي عشان كده بنزعل مع ان احنا واخدين البطولة انما لما تلاقي المنافس او اللي بيقول على نفسه منافس مش عارف ينافسني بطرق شرعية داخل الملعب يعمل ايه بقى لا عايز يسحبك معاه لحتة برى الملعب لحتة برى الملعب عايز ياخد الجمهور لنحية تانية خالص برى الملعب بيختلق بعض المعارك بيختلق بعض المعارك الوهمية عشان يشغل بها جمهيره عشان يلهيهم عن مشاكله عشان يلهيهم عن ازماته اللي موجودة في كل حتة على طريقة انه بص النحية دي بص الحتة التانية بص بعيد عن المو هو ده اسلوبه لكن عايز اقول لك حاج الجمهور وعي جدا 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 حتى جمهورك وعي جدا وبقيت بيفهم ان ده الهاء ليهم او عشان تبعدهم عن حاجة معينة عشان ينسوا الازمات اللي موجودة عندك اشتركوا في القناة